أعزائي طالت المرحلة الثانية راح بيكون بالمحاضرة الأخيرة من محاضرات الفصل الثالث المحاضرة هذه راح نبدأها بالعنوان رقم ثلاثة اللي هو الUnit Normal Vector الUnit Normal Vector إذا نرجي إلى هذا الرسم فإذا كانت منحني بهذا الشكل هذا المنحني C مثل ما عرفنا رسمنا التانجنت Vector هذا اللي سمينا بالT هذا التانجنت Vector فعندنا عمودي عالية متجه عمودي عالية هو هذا اللي سنسميه الUnit Normal Vector الUnit Normal Vector نحن نرز له بغامز N ويتم حسابه إما عن طريق العلاقة هي واحد على الكيرفيتشر في مشتقة T بالنسبة إلى S أو واحد على الكيرفيتشر في مشتقة T بالنسبة إلى طول V أو عدنا العلاقة ثالثة لحساب الUnit Normal Vector واللي هي مشتقة T بالنسبة إلى T على طول هذه المشتقة هذه كلها القوانين بإمكاننا نستخدم أي واحد نعدها في حساب الUnit Normal Vector الآن عدنا مثال Find Tangent Vector اللي هو T Curvature تعرفنا عليه بالمحاضرة السابقة ال-K and ال-N اللي هو الUnit Normal Vector for the curve for the curve R يساوي لي سالب ثلاثة سائن ثين تي i وسالب ثلاثة كورس سائن ثين تي j الآن حتى نشوف ما رح نحل هذا المثال القوانين كلها موجودة لدينا فنبتدي بأول خطوة اللي هي رح نكتب ال-R اللي موجودة عندنا ال-R اللي نعطينا ياها هي R of T تساوي لي مثل ما قلنا سالب ثلاثة سائن ثلاثة زائد سالب ثلاثة كوسائن ثلاثة في الجي الآن هذه هي ال-R الخطوة الأولى للمطلب الأول هو حساب T T of T ومثل ما نعرف أنه T حسب القوانين اللي أخذناها هو المتجه V على طول المتجه V والآن لازم نحسب المتجه V ال-V مثل ما نعرف هو أو خلين كتبه V of T هو المشتقة لل-R of T وبالتالي ال-R هاذ هي موجودة عندنا الآن المشتقة اللي ها هتساوي لي سالب ستة كوسائن ثلاثة في I زائد أيضاً ستة سالب سين فأيكون عندي ستة سين تنين تي في الجي في الجي هذا هسا حسبنا ال-V بقى يبقى عندنا أنه أنا أحتاج أحسب الطول لهذا المتجه V وبالتالي الطول لل-V أحساوي لي مثل ما نعرف هو تحت الجذر لستة كوسائن فتربيع في مباشرة ها حسبها أكتبها ستة وثلاثين كوسائن تربيع اثنين T زائد ستة وثلاثين ساين تربيع اثنين T وواضح كوسائن تربيع وسائن تربيع يطيني واحد والستة وثلاثين تطلع من تحت الجذر ستة الآن حتى أحسب التي أوف تي مثل ما قلنا حسب العلاقة يساوي لي ال-V على المتجه V على طول المتجه V وبالتالي حفقت فقط فقط الستة فراح يبقى عندي هنانا انو هساوي لي السالب كوسائن اثنين T في ال-I زائد ساين اثنين T في الجي هذا بالنسبة إلى المطلب الأول اللي هو حساب ال-Tangent Vector المطلب الثاني هو حساب الكيرفيتشا K of T وهنا أسهل لي بحساب الكيرفيتشا أنه أستخدم هذه العلاقة أدنا أكثر من علاقة لحساب الكيرفيتشا لكن هنا في هذا المثال أستخدم هذه العلاقة اللي هي باستخدام المتجهات اللي هي V cross A على الطول V cross A على طول V تكعيب الخطوة الأولى أحتاجها أحسب A of T واللي هو يساوي للمشتقة V dash of T والV هسا حسبناها وبالتالي فقط أحسب مشتقتها مشتقتها ستكون عندي 12 sine 2 في الآي وزائد 12 cross A في الآي هذا بالنسبة إلى حساب A الآن سأحسب V cross A مثل ما أخذنا في المحاضرة الأولى أو الثانية من الفصل الثالث اللي هو حساب الضغب الاتجاهي V cross A مثل ما عرفنا أنه هذا سيساوي للمحدد المن لل I و J و K الآن سيكون عندي هنا بالنسبة إلى المتجاه V سيكون عندي سالب 6 cosine من الفصل الثالثة إلى المتجاه من الفصل الثالثة إلى المتجاه وبالتالي المركب الثاني أديه هو 6 sine 2 T أما بالنسبة إلى مركب الكيف فعنده هنا صفر بالنسبة إلى مركبات A فعدي 12 sine 2 T و 12 كو sine 2 T وبالنسبة إلى مركب الكي أيضا هو صفر الآن واضح إذا أريد أحسب المكونات بالنسبة إلى I سيكون عندي صفر ليش؟ لأنه سيكون عندي ضرب في الصفر في القطر الرئيسي وبالقطر الثانوي وبالنسبة إلى J أيضا سيكون عندي ضرب في الصفر المركب الوحيد الذي سيكون عندي موجود هنا هو الكي سيكون عندي ستة في 12 وبالتالي يطيني سالب 72 كوسين تقبيع 2 T وهذا هنا عندي السالب وهذه كلها مضعوبة في الكي أيضا سأخذ السالب 72 خارج قوس وابقى عندي كوسين تقبيع زي ساين تقبيع يساوي لواحد وبالتالي الناتج هنا هو السالب 72 كي هذا بالنسبة إلى الضرب الاتجاهي لل V كوس أي الآن أحتاج أحسب الطول لهذا المتجه V كوس أي واللي هساوي لي تحت الجذر للسالب 72 تقبيع وبالتالي هذا هساوي 72 إذن الآن هساوي الكيرفيتشا حسب الصيغة اللي هسا كتبتها كي أوفتي هساوي لي الطول نكتبها مغة ثانية V كوس أي على طول V تقعيب وتساوي اللي هنا هساوي عندي 72 على 6 اللي هو طول V تقعيب وبالتالي هساوي عندي هنا 72 على 216 ويساوي 1 على 3 وأخيرا المطلب الأخير هنا هو لحساب unit unit normal vector of T ويساوي 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 بالنسبة لليونت نغم الفكتا نحن نحسب باستخدام الكيرفيتشا مضغوب في DT على DT على طول الV إذا الآن أحتاج أحسب الDT مشتقة التانجنت فكتا إلى الDT والتانجنت فكتا حسبنا في بداية السؤال فنجي فقط نشتقة راح يكون هنا عندي اثنين ساين اثنين T في الآي وزاعد اثنين كواساين اثنين T في الجي الآن الآن يساوي لي مثل ما قلنا هو واحد على الكيرفيتشا وبالتالي راح يساوي لي ثلاثة لها المقلوب مع الكيرفيتشا ثلاثة مضغوب في ثنين ساين اثنين T في الآي زاعد ثنين كوساين ثنين T في الجي وهذا كله راح يكون هنا على ستة وبالتالي عندي اعطل اثنين عام المشترك وأختصرها ضربها في ثلاثة واختصرها وهي الستة اللي بالمقام إذن راح يبقى عندي فقط اللي هو الساين اثنين T في الآي زاعد كوساين اثنين T في الجي هذا بالنسبة إلى مطاليب هذا السؤال هذا المثال نرجع إلى المحاضرة مالتنا بعد أن وجدنا التانجنت فيكتر الكيرفيتشر واليونت نورمال فيكتر لهذا المتجه R الموضوع أقوم أربعة عدنا هسة البي نورمال فيكتر إذا تلاحظ بالرسم هنا عدنا هذا المنحني اللي هو باللون الأزرق هذا المنحني ففي نقطة معينة اللي هي النقطة P رسمنا التانجنت فيكتر إليه هذا هو ورسمنا عمودي علي النورمال فيكتر الآن أكو عمود راح يكون متجه عمودي عليهم اثنينهم ذاك الرسم هنا صارتنا بالثري دعم X X Y Z هذا العمود V أو المتجه V هو عمودي على ذول الثني اللي هو T والأن ولي هو البينورمال فيكتر نسميه We can define We can define a vector B Perpendicular عمودي to both عمودي على كل من T tangent Vector و N اللي هو normal vector وأنا عرف بالصيرة التالية اللي هو B يساوي T cross N الضرب الاتجاهي لل tangent vector وهي tangential and normal scalar components of acceleration في الفيزياء كل المتجه بإمكان أن نتكتب على شكل مركبتين مركبة أفقية ومركبة عمودية فهذا المتجه اللي هو acceleration التعجيل راح نكتب هنا على شكل مركبتين مركبة أفقية ومركبة عمودية مثل ما واضح برسم هنا هذه المركبة الأفقية وهذه المركبة العمودية اللي سمنا A sub T وA sub N الأي sub T يكون هي المشتقة الثانية بالنسبة إلى S المشتقة الثانية إلى S بالنسبة إلى T ونكتبها هي المشتقة مثل ما عرفنا هي المشتقة إلى طول V أما الأي sub N فهي curvature مضغوب بمشتقة S تربيع واللي هو ممكن كتبه هو curvature مضغوب في طول V تربيع وبالتالي acceleration التعجيل بإمكان يكتبه باستخدام ذول two components المركبتين هو الa sub T مضغوب في التانجيند فيكتر زياد الa sub N مضغوب في اليونت نورمال فيكتر بهذا الشكل وهو الa sub T هو البروجيكشن of A عن T هو المسقط إذا تلاحظ أنه هذا الa sub T هو المسقط مع ال-A اليمن على التانجيند فيكتر والa sub N هو البروجيكشن هو المسقط مع ال-A على النورمال فيكتر وبالتالي المسقط ما التعليم على النورمال الفكتور يطيني المركبة A sub n To calculate A sub n We usually use the formula A sub n تساوي لهذا المقدار عادة أن نستخدم هذا القانون في حساب A sub n اللي هو تحت الجذر طول الأكسلراشن تربيع ناقصاً A sub t الكل تربيع الآن عدنا هذا المثال The position of a moving particle of time t أكبر أو يسعي والصفر يقول الموقع لجسيم متحرك بزمن أكبر أكبر من الصفر الزمن نحن لا نأخذ الصفر يبدأ بزمن صفر ويتحرك الزمن عدنا من نقطة السكون ويتحرك الموقع مع هذا الجسيم يعطى بالقانون التالي اللي هو الكوسين t زائد t sin t i وسين t زائد ناقصاً t cos t في الجي هذا هو القانون اللي يمثل لي موقع الجسم في نقطة t معينة فايند أي أوجد للاي الأكسليريشن in term of a sub t و a sub n يعني أوجد لي ال a بهذه الصيغة بالاعتماد على يعني مو ترحت أوجد لي اللي v وتشتق اللي v وذي اللي هذي هي ال n لا هنا هو محدد طالبها أنه أوجد ليها بالاعتماد على ذول المركبتين يعني باستخدام هذا القانون الآن خلينا نحل هذا المثال الآن من المعلومات اللي موجودة عدنا أنه نعطينا ال R وال R هي كوسين t زائد t سين t في الآي نثبتها أمامنا R of t تساوي كوسين t زائد في الآي هذا المركب الأول وسين t ناقص هذا هو المركب الثاني بالنسبة إلى ال R الآن المطلوب من عندي هو إيجاد A بدلالة ال A sub n و A sub t إذن الخطوة الأولى اللي راح أبدي بيها أنه أنا راح أوجد ال V ومثل ما نعرف هي تمثلي أنه V of t سأساوي لل R سأشتق هذه ال R الموجودة فوق وبالتالي ستكون عندي t كوسين t تلاحظة هنا أنا المشتقة موقعت عندي فقط t كوسين t ليش؟ لأنه المشتقة جزء الأول هنا بنشتق الكوسين ينطيني سالب سين وجزء الثاني من المشتقة t ساين t راح يطيني ساين t وبالتالي واحد راح يلغي الثاني فتبقى عندي فقط t كوسين t نفس الشي هنا بجزء الثاني راح يكون عندي فقط اللي راح يبقى عندي هو t ساين t ليش؟ لأنه مشتقة الساين هي كوسين ومن هنا راح تبقى عندي مشتقة هي الكوسين وبالتالي واحد راح يلغي الثاني وبالتالي سأحسب الفي الآن سأحسب الطول لهذا المتجه الفي واللي سيكون تحت الجذر ت تربية كوسين تربية ت زائد ت تربية سين تربية ت وبالتالي هذه ساوي لي ت الآن حتى أحسب تانجيند فيكتر اللي هو تي يساوي لي المتجه في على طول المتجه في وبالتالي هذا راح يساوي لي هنا انه الكوسين ت i زائد سين ت j كتبتها بخطوة واحدة قسمت على الطول اللي هو تي وبالتالي أفقد التي واللي ويه سين ويه الكوسين الآن بعد ما حسبنا التي الخطوة اللي بعدها هسا راح نحسب الاي سب تي الاي سب تي الاي سب تي هي تساوي لي هي المشتقة لطول المتجه البي وطول المتجه فيه هو وجدنا التي وبالتالي المشتقة بالنسبة لها تي ساوي لي واحد اذا الان حسبنا الجزء الاول اللي هو اي سب تي مضغوب في التي بقعدنا الجزء الثاني واللي هو راح نبدي به حساب الاي سب ان الاي سب ان حسب القانون المعطى قدنا انه راح نستخدمه هو تحت الجذر اي تربيع وناقص الاي سب تي الكل تربيع اذا الان انا احتاج احسب الاي والاي اوف تي مثل ما نعرف هي مشتقة الفي وبالتالي هارجع الى الفي واشتقها وبالتالي هحصر هنا وسان ت ناقص ت سان ت في الاي زائدا هحكون عندي سان ت هنا زائد ت وسان ت هسا حسبة الاي اذا احتاج هسا احسب الطول لهذه الاي ومثل ما نعرف هي تحت الجذر لذول المقدارين اللي هما cos t ناقص t سان ت الكل تربيع زائد سان ت زائد t كوسان ت الكل تربيع وهذا المقدار حسبنا ايضا باكثر من مثال والناتج مالته هو تحت الجذر هو t تربيع زائد واحد الآن بعد ما حسبنا طول المتجه a وبالتالي احتاج احسب طول المتجه a تربيع لانا احتاج الاي تربيع بالقانون وبالتالي هذا سيساوي لي t تربيع زائد واحد الآن الاي ساب ان يساوي لي تحت الجذر الاي اللي حسبنا لها الواحد زائد تربيع ناقص واحد وبالتالي تساوي لي t اذن الان اللي احتاج احسبها الان تساوي لي d الى t الى dt على طول هذا المتجه وهذا راح يساوي بالتالي احسب من عنده انه dt الى t هذه المشتقة ساوي لي ناقص sin t عدنا المتجه t حسبنا بالبداية الانجنت فكتر حسبنا بالبداية ارجع فقط ارجع اشتق اعطيني سالب sin t في الاي وزائد cos t بالجي الان طول هذا المتجه اللي احتاجه اللي هو dt الى المشتقة t هذا راح يساوي لي cos تربيع زائد sin تربيع تحت الجذر cos تربيع t زائد sin تربيع تربيع t ندرك تبه حسب الترتيب ويه القانون هيكون sin تربيع t زائد cos تربيع t ويساوي لي واحد اذا الان راح ساوي لهس بعد ما حسبت المتجه عسب الطول هذا المتجه اذا الان تساوي سالب n سالب sin عفو في i زائد cos t في j الان بعد ان اكتمل عندي الجميع فال a يساوي لي هو a sub t في tangent vector وزائد a sub n في normal vector بعد ان حسبت كل هذه المجاه المطلوبة اجي فقط اعوذ عن قيم هم اللي حسبت وبالتالي a احي ساوي لي هو cos t i زائد sin t j j زائد عندي هسا هنا t مضغوبة في بالنسبة ال a n مضغوبة في tangent vector هاكون عندي t مضغوبة في ناقص sin t هذه في i وزائد cos t في j وبالتالي كلنا نحن نحن خليها بان قوسيا إذن ويساوي cos t ناقص cos t ناقص t sin t هذه من الحد الأول مضغوبة في ال i والحد الثاني زائد t cos t زائد sin t في الجي هذا هو مطلب ال a اللي يريد بدلالة المركبات a n t وال a n n هذا بالنسبة إلى مطالب هذا المثال الآن الموضوع الأخير في الفصل الثالث هو velocity and acceleration vector in polar coordinates اللي هو هنا ساعدنا السرعة والتعجيل بالأبعاد متجهات السرعة والتعجيل بالأبعاد القطبية هسا هنا قد نوين a particle p moves on u sub r and u sub theta فإذا عندي particle جسيم يتحرك وفقاً للزوج المرتب u sub r و u sub theta هذا الخط الأحمر يمثل لمسار تحرك هذا particle هذا الجسيم whose equation is given in polar coordinates بمعادلة تعطى بالأبعاد القطبية بالشكل التالي المركبات ستكون عندي u sub r واللي cos theta i ز sin theta j وال u sub theta هذه المركبات التي ستكون ناقص sin theta i ز cos theta j الآن لو جيت إلى هذه المركبات u sub r واشتقيت بالنسبة إلى theta هذا المركب u sub r واشتق بالنسبة إلى theta فرح تجي تشتق هنا بالنسبة إلى theta cos y 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 واشتلاحظ أنت حصلت على بالضبط u sub theta حصلت على هذه العلاقة بالضبط وبالتالي مشتقة u sub r بالنسبة theta تطلب u sub theta الآن إذا أجي إلى u sub theta هذه وأشتق ها بالنسبة إلى theta أيضا فرح أجي مشتقة sin أحضر cos مشتقة cos تطلب sin وبالتالي أتلاحظ أن أنت حصلت إشارة سالب أتحصل cos theta زائد sin theta وبالتالي حصلت سالب u sub r أنه مشتقة u sub r بالنسبة theta تطلب u theta لكن مشتقة u theta بالنسبة ل theta تطلب u sub r هذه بالنسبة إلى هذه المركبات والعلاقة بينها بالنسبة للإشتقاق الآن since the vector r المتجه r واللي هو نائم يتمثلي بالشكل من vector من o من نقطة الصفر إلى نقطة p هذا هو r واللي مثلي op متجه op and r u sub r هذول هما هم الزحظ أنه هذا u sub r و r المركب مع هذا المتجه هما بنفس ال direction هما بنفس ال اتجاه have the same direction لديهم نفس الاتجاه and the length of r is absolute value of the polar coordinates r وبالتالي طول هذا المتجه r طول مالته هو القيمة المطلقة للاحداث القطبي r وبالتالي النقطة pr theta وبالتالي نحصل هنا أن المتجه r بالأبعاد القطبية سيكون عبارة عن r u sub r هذا هو المتجه r مالتنا التي كنا نتعامل بالأحداث الكارتيزية وبالتالي هذه تمثل الانتقال من الكارتيزية إلى القطبية باستخدام هذا هنا r يساوي r yusuf r الآن إذا أجيت لهذا المركب yusuf r واشتقيت هذا yusuf r واشتقيت بالنسبة إلى t فهو أقدر أكتبه بشكل التالي أنه هو d ur إلى d theta و d theta إلى dt لحظة أن بمجهد ما تختصر هذه d theta سترجع إلى العلاقة الأصلية الآن d theta إلى dt هذه هي نفسها لكن d ur لل d theta حسب العلاقات التي أشتقناها هي تنطين من yusuf theta الآن إذا أجيت للمركب yusuf theta واشتقيت هو نفس الشيء أقدر أكتبه بهذه الصيغة اللي هو d yu theta على d theta d theta إلى d t d theta إلى d t هذه هي نفسها لكن حسب العلاقات التي اشتقيت d yu theta إلى d theta تنططني سالب yusuf r هذه بالنسبة العلاقات الآن المتجه v المتجه v مثل ما نعرف هو المشتقة المن للمتجه r وبالتالي حسب العلاقة قلنا r هو من هو هذا هو yusuf r وبالتالي هو المشتقة المن لهذا المركب الآن سأجهز أشتق واضح أن هذه عندي r وعندي yusuf r وبالتالي هذه مشتقة حاصل ضغب dal tn مشتقة هنا عندي حاصل ضغب dal tn سيكون عندي الأول في مشتقة الثاني الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول بالنسبة إلى t أيضا سأعاوض مكان yusuf r اللي هي yusuf theta تنططني مشتقة وهنا عندي yusuf مثل ما هي وبالتالي هذا رح يمثل هو القانون لحساب v أستخدم هذا القانون بالأبعاد القطبية الآن لحساب التعجيل رح نجي نعرف أنه متجه التعجيل هو المشتقة للv وبالتالي رح أجي هس هنا هذا عندي متجه الv اللي هس حساب رح أجيب أخلي هنا وأشتقة d إلى dt نحن اشتقة هنا رح تلاحظ شي واحد أنه بالنسبة إلى القوس الأول أو جزء الأول هذا هنا جزء الأول يتكون لي من ثلاث دوال بدلالة t الجزء هنا هذا ما عندي بمشكلة لأنه دال لتين بدلالة t وبالتالي المشتقة ما لتراح تكون أخلي أشتقة هو بالبداية المشتقة ما لتراح تكون عندي الأول في مشتقة الثاني عندي الدي إلى d تربيع r إلى dt تربيع و سيكون عندي الثاني في مشتقة الأول بهذا الشكل هذا لكن هنا بالنسبة إلى هذا القوس الأول شنو اللي راح نسوي راح نعتبر هذول الثنين ال r و u sub theta هم دالة وحدة وهذه راح أعتبرها دالة وبالتالي راح أجي أقول الأول مثل ما هو في مشتقة الثاني d theta إلى dt وأشتق حصي عندي مشتقة ثانية زائد الثاني هذا هو راح ينزل في مشتقة الأول اللي هو هذا مشتقة الأول وأساسا هو دالتين فمشتقة أشرا هتكون حاصل ضرب دالتين الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول هذه أهم خطوة بهذا الاشتقاق الآن هنا فقط راح أجي نفس الأدوات راح ينزل مثل ما هو نفسه زين هنا فقط راح أعوض مكان d theta إلى dt بما بالمقدار اللي حصلته اللي هو السالب ur d theta إلى dt أعوض عنها مكانها هنا زين والباقي راح ينزل مثل ما هو زين بالنسبة إلى هنا هذا المقدار أيضا كل شي راح ينزل مثل ما هو ما عاد هذه اللي هي d u sub r إلى dt واللي حسبتها هنا أحاوض عنها قيمتها أحخليها هنا تنزل زين الخطوة اللي بعدها هنا فقط عملية إعادة ترتيب هزين هنا نزل تدعو لكلهم الخطوة اللي بعدها فقط إعادة تجميع عندي هنا u sub theta بهذا المقدار زين عندي هذا المقدار ب u sub theta وهذا المقدار ب أيضا u sub theta فرح أجيبهم كلهم هذا المقدار الأول اللي ينتج من u sub theta هذا هنا شنو بقى عندي مشتقة theta ومشتقة r بالنسبة t وهنا مشتقة theta ومشتقة r بالنسبة t وبالتالي أحصل على ثنيا من المشتقة المختلطة بقى عندي هنا المركبات اللي بدلالة u sub r هذا واحد وطرح أن هنا مشتقة d theta إلى dt وd theta إلى dt ينطيني تربيع فهذا هو جزء مالتها ومضع في r وهنا أيضا عندي u sub r المشتقة الثانية لل r هذا هو المقدار هنا و u sub r طلعت خارج القوس فقط إعادة تجميع وترتيب الأقواس أنه الأقواس الحدود التي تحتوي على u sub theta جمعتها سوى والحدود التي تحتوي على u sub r جمعتها سوى كمركبات بالأبعاد القطبية المثال الأخير بقعدنا هنا find أوجد the velocity أوجد the velocity and acceleration أوجد السرع والتعجيل متجهات السرع والتعجيل find the velocity and the acceleration vectors in term of بالمقادير in term of u sub r and u sub theta بالاعتماد على u sub r و u sub theta إذا كانت r معطاة بالشكل التالي التي هي r تساوي 2 cos 4 t والtheta تنثل 2 t إذن الآن فقط هذه هي المطلوب من عندي من velocity v وال acceleration يعني مطلوب من عندي v التي هي هذه وأستخدم لها هذا القانون تلاحظ أنه r موجودة عندك هذه هي وال theta موجودة ستشتقها والبقية عندك مشتقة r مشتقة theta وهذه للمركبات r و y sub theta ستنزلون مثل ما هم هذا بالنسبة لل velocity بالنسبة لل acceleration عندك هذا القانون هو حفظ مثل ما هذا القانون حفظ راح تجيبها وتخلي فقط الأشياء اللي ما موجودة اليوسب r راح تبقى مثل ما هي r موجودة عندك theta تشتقها مرتين هنا تشتق theta هنا تشتق r اليوسب r مثل ما هي تبقى تشتق هنا r مرتين وهنا تشتق theta مرة وحدة وتربعها وتجيب هذه المعلومات كلها تجمعها وتخليها بالقانون خلي لنحل هذا المثال الآن المعطيات اللي موجودة عندنا إنه r هي 2 كواسين 4 t و ثلاثة هي 2 t إذن أحشتق المشتق الأولى بالنسبة إلى r dr إلى dt وضع راح تنطيني ثمانية sine 4 t هذه المشتقة الأولى المشتقة الثانية d square r إلى dt square وبالتالي هذا راح تكون عندي أحضر بالأربعة في ثمانية تنطيني سالة بثنية وثلاثين كواسين 4 t بالنسبة إلى d theta إلى dt 2 أما المشتقة الثانية وبتاع الساوي لصفر الآن القوانين ما راح نكتبها مرة ثانية موجودة عدكم بالمحاضرة فقط راح نخلي التطبيق عليها إذن ال v كمتجه سيساوي لي u sub theta مضم في 2 كواسين 4 t ومضم في 2 تخليها بهذا التبسيط حتى تشوف التعويض بالقوانين وانص زائد u sub r مضم في ناقص 8 ساين 4 t هذا بالنسبة للمتجه المتجه a التعجيل هو u sub r مضم في سالب 32 cos 4 t ناقص هنه راح يكون ادي 2 cos 4 t وهذه مضم في 4 زائد u sub theta وهذه هنا راح يكون عندك 2 مضم في 2 ومضم في سالب 8 2 ساين 4 t هذا بالنسبة الى المتجهين المتجه السرعة ومتجه التعجيل المطلوبة في هذا المثال الى هنا عزائي الطلبة تنتهي محاضرة هذا اليوم وينتهي وياها محاضرات الفصل الثالث ان شاء الله نبدأ بمناقشة الشيط المتعلق بالفصل الثالث وشكرا لإصغائكم اشتركوا في القناة